في شأن الليبي انطلقت صباح اليوم في مدينة جينيفا في سويسرا أولى جلسات الحوار من أجل اختيار قادة المرحلة الانتقالية وخلال الجلسة الافتتاحية شددت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز شددت على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات المسمع تنظيمها في ديسمبر المقبل ومؤكدة أن مخرجات الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة ستكون ليبيا ليبيا جولة اجتماعات جديدة تجمع الفرق الليبيين على طاولة جينيف أملا في التوصل إلى اختيار سلطة تنفيذية موحدة تقود الدفة خلال المرحلة المقبلة أمل تتشبث به مبعوثة الأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني ويليامز التي أثنت على ما تحقق إلى حد الآن وعلى التزام المجتمعين بمخرجات اجتماع تونس لقد وضعتم بصمة لن تمحى من تاريخكم لإجراء الانتخابات الوطنية في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري وقد قبل هذا القرار بموافقة ساحقة من قبل مواطنيكم وهو التزام شرفي يجب احترامه مهما كان الثمن اجتماعات على مدى خمسة أيام تكون الأنظار فيها متوجهة صوب سويسرا وسط توقعات وتخمينات بشأن الشخصيات التي ستتولى منصب الرئاسة ورئاسة الوزراء لقيادة البلاد إلى مرحلة انتقالية تمهد الانتخابات ديسمبر مرشحون كثر وجوه جديدة وأخرى قديمة كشفت عنها البعثات الأممية حاولوا استمالة المندوبين وأيضا الإجابة عن تساؤلات الليبيين عن مستقبل البلاد دولة في المرحلة التمهيدية القادمة أمام حضرتك ديئة واحدة في الترشح للمجلس الرئاسي لأنني أعتقد أنني شاب شوف نقول لك ليبيا ليبيا 70% منها شباب 70% وأكثر منها شباب وليبيا نعتقد أن الذين يعني يرحون ضحية الحروب والاختتال وكذا ومن الشباب أيضا بالمقابل وأنا لا أعتقد أو لست من الذين يتحدثون عن صراع أنا دائما نقول تواصل الأجيال فرصة جمع الشتات وإنهاء نزاع عمره عشر سنوات كرة في مرمى الليبيين الذين يطالبون بإخلاء ملعبهم من كل الدخلاء قصد بناء دولة حلموا بإنجازها وينضم إلينا من ترابلوس محمود إسماعيل الرملية الكاتب والباحث السياسي أهلا بك سيد محمود بداية كيف تقيم بداية أجلسة؟ مرحبا نهلا وسهلا بكم أهلا بك كيف تقيم بداية الجلسة الأولى في جينيف من حيث أجواء الثقة المرشحين البرامج التي قدموها وأيضا الدعم الداخلي بين الأعضاء الموجودين هناك؟ لشك أنه تفاؤل وتفاؤل كبير ولكنه مشوب بالعذر رائع أن يكون هناك اجتماع أروع منه في أن نرى ما تم الوعد به من خلال الموجودين بأن يكون على أرض الواقع الواقع لم نرى إلا تشضي وخلافا واختلافا هناك غياب أو تغييب متعمد لبعض الشرائح من جهة وهناك أيضا وعود ربما مبالغ فيها من جهة أخرى وهناك أيضا تسابق لا يدرى لماذا على ما يتعلق بالمناصب سواء كان المجلس الرئاسي أو على المشق التنفيذي هناك أربعة وعشرون وواحد وعشرون فكيف يمكن القول بإمكانية تنفيذ ما وعدوا به المهم والمهم جدا في أن يكون هناك وفاء بالمعاد الذي قطعوه بأن يكون هناك تغييرا مطلقا في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر ونتمنى أن يكون قابل وهذا سيحتاجه إلى عمل من زاويتان هي لا يوجد لا ضمنات لا محلية ولا دولية وقد عودتنا الأيام والوعود الموجودة بألم الأمم المتحدة ومن الدول على أنها وعود خلب في ظل عدم وجود حقيقة ضمنات فعلية محلية ودولية تلزم هؤلاء أو تنظم الانتخابات بعيدا عن طموحهم في البقاء خلف مقاعدهم حتى وإن كانت مقاعد غير وثيرة من زاوية ثانية دعيني أقول بأن هذا المشهد الذي سيؤدي ما الذي أفقدهم حقيقة هناك تغييب متعمد ما الذي يجري وراء الكواليس فيما يخص حفتر وما يتعلق بالشق الأمني هناك لجنة خمسة زايد خمسة لكن اكتفت فقط بعملية تبادل لأسرة أو تقدمات طفيفة لم يتم الحديث على وضعه ولا على الوضع الأجهزة الأمنية من أجل استخدال الوقت ونقع في نفس النقطة إذن أنت تقول بأنه لا يوجد ضمانات حول هذه العملية كيف سوف تقنى المعسكرين الشرق والغرب بتقديم سلطاتهم وأسلحتهم تحت سلطة المدنيين الجدد؟ بكل تأكيد هناك غياب للضمانات ولذلك رسائل احترام الانتخابات ووجود قانون انتخابي يحترمه الجميع أو يشاركه في وضعه الجميع وأن يكون هناك مفوضية جديدة وأن يكون هناك استعداد فعلي لما يتعلق بإخراج الميليشيات التي أتى بها حفتر وعلى رأسها جنجويد وعصابات أخرى من الفاقنر وغيرها ممن يسيطرون على النفط وعلى المقدرات الليبية الأمور جد كارتية في هذه الناحية ولزاما الجهورية بها حتى لا نتصادم بأننا قد بعنا الوهمة للليبيين الليبيون يريدون نعم توافقا واتفاقا وانهاءا للنزاع وأن تكون هناك حكومة موحدة فهل سيتنازل الموجودون على رأس السلطة؟ نحن نتكلم على السراج الذي أتى لسنة وها هو الآن لخمس سنوات ونتكلم على التني الذي شارف على السبع سنوات ونتكلم على برلمان سبع سنوات ونتكلم على مجلس دولة وكل الأجسام لا تريد الرحيل لأنهم حقيقة يريدون البقاء ما لم يكن هناك نصوص موالزمة شكرا لك جزيلا محمود اسماعيل الرملي الكاتب والباحث السياسي من طرابلوس